تجمع اتسمى ببعده عن السياسة وتركيزه على الجوانب الشخصية لا حديث عن إعصار كاترينا أو الحرب على العراق فرغم خلافاتهم السياسية حاول القادة الظهور بشكل لطيف على الأقل أمام الحضور أن تعرف الرجل هو أن تحبه هو يعرف من هو ولا يدعي شيئا ليس فيه هو يأخذ عمله بجدية ولكن لا يأخذ نفسه بهذه الجدية هو شخصية مباشرة كنا نناقش قانون الرعاية الصحية وقارنته بالرعاية الصحية في ألمانيا أجاب بأنه لا يعرف أي شيء عن الرعاية الصحية في ألمانيا أعتقد أنه هكذا فاز بالنقاش تحتوي مكتبة ومتحف جورج بوش الإبن والتي بنيت بتكلفة بلغت 250 مليون دولار على مكبر الصوت الذي استخدمه في جراند زيرو بالإضافة إلى متحف تفاعلي يحاول فيها الزوار تذكر بعض من قراراته المثيرة للجدل أهدي هذه المكتبة إلى مستقبل بلدنا بالرغم من أي تحديات قد تواجهنا أثق أن أفضل الأيام لا تزال أمامنا بعد تركه البيت الأبيض كأقل رئيس أمريكي من حيث الشعبية تقول استطلاعات الرأي أن الشعب الأمريكي ربما يكون أكثر ترحيبا ببوش الإبن الآن عن ذي قبل ترجمة نانسي قبل